نفذ عدد من موظفي وزارة التربية والتعليم العاملين ضمن الفئة الثالثة وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر الوزارة في عمان المشاركون في الوقفة دعوا إلى تحقيق مجموعة من المطالب الوظيفية التي تتعلق بساعات الدوام والعطل الأسبوعية والرسمية إضافة إلى المطالبة بمنحهم مكرمة لأبنائهم في الجامعات نحن مطالبنا المكرمة الملكية بالدرجة الأولى مكرمة أبناء المعلمين محرومين منها ثانيا الزيادة السنوية محدودة عندنا من طالبة برفعها ثالثا الحراس دوام الحراس 16 ساعة قانون العمل للعمال 8 ساعات من طالب أنه خفضوا لهم الدوام أو يعطوهم إضافة بدل الساعات اللي بيضفوها اللمس 16 ساعة إحنا طبعا فئة تبعتنا مطلومة من طالب عنا حوالي 12 طلب موجود على مكتب وزير التربة والتعليم طبعا رحنا إحنا بالإنابة هنه موجودة من 2013 وإنه مش موجودة وطلبنا وغفض هذا الحكي موسيقى موسيقى